في تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن سياسة العقاب الجماعي التي ما زالت متبعة في العراق كشفت المنظمة أن مئات الأسر تم طردها من مناطقها والاستيلاء على ممتلكاتها الخاصة بتهمة ارتباط بعض أبنائها بتنظيم الدولة حيث وثقت المنظمة قيام ميليشيا الحشد والقوات الحكومية بتهجير 235 أسرة من منازلهم واحتجازهم في مخيمات بذريعة انتماء أقاربهم لتنظيم الدولة مطلع كانون الثاني الجاري في محافظة التأميم المنظمة وثقت بالشهادات والصور والوقائع عمليات التهجير التي طالت تلك العائلات في محافظة التأميم وتحديدا قضاء الحويجة وما يجوره من القرى تحت بند لا يعلم له سند في قوانين أشد الدول ديكتاتوريا وعنفا التهجير لم يكن حاضرا لوحده فقد سردت المنظمة بتقريرها التفصيلي عمليات هدم وتجريف وحرق منازل تلك الأسر والذريعة ذاتها التي باتت بنظر الكثيرين هي شماعة تعلق عليها مجمل انتهاكات القوات الحكومية ومن في ركابها من ميليشيات باتت تجول في المدن العراقية دون ما عين ترصد أو قانون يحاسب هذا كله رافقته عمليات اعتقال وتعذيب ومصادرة للأوراق الثبوتية لتلك الأسر قبل إسكانهم بمخيمات لا ترقى لأقل مستويات الحياة الكريمة بعد تهديم المنازل عقب نهب الممتلكات والماشية وإحراق البساتين والمزارع وإذ لا يعرف بأي قانون وضعي أو حتى إنساني ترتكب مثل هذه الممارسات لا يعرف أيضا مصداقية ما تتكلم به حكومة العبادي من طي لصفحة الماضي وبدء مرحلة المصالحة لكن طفلا يرى أباه يعذب أمامه ومنزله يهدم سيكون أكثر وعيا للمصالحة من غيره موسيقى موسيقى موسيقى